منطقة الرمال في مدينة غزة حيث تعتبر هذه المنطقة هي المركز التجاري والاقتصادي للمدينة هذه المنطقة بعد جولة التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وفصال المقاومة الفلسطينية أصبحت فارغة تماماً وأصيبت بشلل تام في الحركة التجارية والاقتصادية نحن كتجار طبعاً في خطأ غزة الوضع قبل الحرب كان سيء جداً تمام ازداد سوء بعد ما بلشنا في موضوع الحرب والوضع الاقتصادي في غزة صعب للغاية عن شهر عمل المختار ومنطقة الرمال هو مركز تجاري كبير للتجارة فالوضع في الحرب ازداد سوء طبعاً الحركة انشلت كثير في البلد ما فيش ناس ما فيش حدا بطلع ولا بنزل رامز قال إنه منذ اندلاع الصراع بين فلسطين وإسرائيل في بداية هذا الشهر أغلقت المحلات التجارية أبوابها في هذا المربع الواحدة والأخرى وجميعها تقريباً مغلقة حتى الآن كما وصلت الأنشطة الاقتصادية ذات الصلاة مثل الخدمات اللوجستية والتخزين أيضاً إلى طريق المسدود مقارنة بالأنشطة الاقتصادية فإن تأثير النزاع كان أشد خطورة على القطاع الطبي في غزة اتفاقمت محنة العديد من المستشفيات التي تشك بالفعل عوزاً في الأدوية الوضع الصحي كما يعلم الجميع أن وزارة الصحة الفلسطينية تعاني من أزمات مستمرة ومتكررة وخصوصاً هناك نقص وعجز كبير في الأدوية والمستلزمات والمستالكات الطبية والمستالكات المختبرات يعني قبل هذه الحرب على قطاع غزة هناك عجز كبير في أدوية قامة الأدوية الأساسية والمستالكات من 40 إلى 60% وخصوصاً في أدوية الطوارئ والعنايات والعمليات الضربات الجوية الإسرائيلية فرضت ضغطاً هائلاً على الخدمات العامة المحلية في غزة بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء فباتت إمدادات الطاقة المتوترة بالفعل أكثر تقطعاً في مساء الخميس بتوقيت فلسطين تم تفجير محطة كهرباء وسط غزة إثر غارة جوية إسرائيلية مما تسبب في انقطاع الطيار الكهربائي على نطاق واسع في وسط غزة نتحدث عن استهداف لمباني ينتج عنها هلاك في البنية التحتية في شبكات الكهرباء يكون هناك ضرر في الطرقات يكون هناك ضرر في شبكات المياه الموجودة في تحت الأرض نتيجة الاستهدافات يكون هناك أيضاً ضرر وبالتالي أي عملية استهداف تحدث من قبل الطيران الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة تؤثر على البنية التحتية بشكل أساسي وبشكل كبير جداً ترجمة نانسي قنقر